والكوارث بالولاية هكذا هي شوارع واذب بعد تساقطات مطرية تجاوزت 10 مليمتر لم تخلف خسائر بشرية أو مادية بل حولت بعض شوارع العاصمة الاقتصادية إلى برك متحركة جاءتنا صحاب اليوم للفجرة الساعة الخامسة الرابعة عندنا مشكلة الماء عندنا مشكلة الماء ندوره جينا صرف صحي نترى أنه والله جينا تمشينا الدولة بعد ذلك المواطنين ما شاء الله ما مقدر حد سوى منهم ما فيه شيء سوى وشنو حمدين وشكرونه الاسحابة جاتنا مدينة الواذبو من الربين اللولا طالبين السلطات أنها تمشينا وسيلة تمشينا وسيلة تقلعنا بها ذلم ضربنا وضرب الصحة وخصر هذه البنية التحتية طالبين من الجهات المعنية جينا كانت تقلعنا هذا لوسخ لضرب الصحة وضرب البنية التحتية وطالبين من الجهات المعنية تقبل شيء تشفط عنه بهذا الماء باتت بعض شوارع المدينة ممتلئة في مشهد يتكرر كل عام فيما تأخذ السيارات غمارا مياه صنع المواطنون جسورا يعبرون بها إلى الضفة الأخرى وأوصدت المحلات أبوابها في انتظار شفط لمياه الآسنة وهو ما دفع اللجنة الجهوية للطوارئ وتسيير الكوارث برئاسة الوالي المساعد لداخلة الواذب محمد عبد الوهاب المحمد فاضل إلى تجهز آليات شفط لمياه من شوارع العاصمة الاقتصادية التي غمرتها في خطوة استعجالية قمنا للتو بزيارة برفقة السيد الوالي وأعضاء اللجنة الجهوية للطوارئ وتسيير الكوارث بزيارة لبعض الأحياء وبعض محابر الطرق الرئيسية على مستوى مدينة الواذب وذلك لتقييم مدى تأذير تساقطات المطارية التي سجلت صباح اليوم والتي قدرتها مصالح الرصد بـ 12 مليمتر والملاحظات الأولية هي أنه الحمد لله لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة كما أنه لم يتم إقلاق محاور الطرق في مختلف السيارات بمختلف أشكالها الصغيرة والكبيرة يمكنها العبور من مختلف محاور الطرق إلا أنه توجد بعض الصعوبات وبعض البرك والمستقعات المائية التي تجمعت فيه من نقاط منخفضة على مستوى الشبكة الطرقية وقد باشرت المصالح المختصة بتحت إشراف اللجنة الجهوية لطوارئ وتسيير الكوارث التدخل مبكرا من أجل التعامل مع هذه النقاط وتنظيفها من أجل تعود الأمور إلى طبيعتها في هذا المجال أشكر مختلف شركاء هذه اللجنة وأخص بذكر سلطة منطقة نواذيبو الحرة والشركة السنيم ومن جهة أخرى أشكر بلدية نواذيبو التي كانت سباقة هذا الصباح إلى تفقد مختلف المشآت التابعة لها وبإضافة إلى بعض المشآت العمومية الأخرى من أجل تفقد وضعيتها وسحب الماء عنها يسابق أفراد الأمن المدني الزمن لشفط المياه من مختلف شوارع نواذيبو معززين بآليات لتحقيق الهدف خوفا من تهاطلات مطرية جديدة قد تزين الطين بالله محمد عمر بن لول الموريتانية مدينة نواذيبو مدينة نواذيبو مدينة نواذيبو ترجمة نانسي قنقر